بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصرف كريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيب من الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور أحمد عيد العبادي إذن نأتي على الجيوش الأربع التي دخلت الأردن دخلت الأردن كما قلنا من طريق طبعا هم سلكوا طريق التجارة الأردية القديمة طريق التجارة القديمة من مكة المكرمة إليه انتصل عند مدائن صالح ومن ثم إلى المدورة سرغ سرغ ويعني الخط الصحراوي هذا فهم دخلوا من هناك فدخلوا لكن هذه الجيوش بدأ قيادات كانت هيبة قريش عند العرب هيبة عظيمة هيبة هائلة يعني سيد محمد صادم من قريش والذي حاربوا والذي آمنوا فيه كبان من قريش يعني كان فيهم الخير والشر يعني حقيقة لكن أربع جيوش كل جيش ألو قائد هلأ خلينا نجي على الجيش الأول كان تحت قيادة أبي عبيدة عابر من الجراح ووجهته حمص نحن قلنا في حلقة سابقة ندى دمشق لا متأسفين وجهته حمص والجيش الثاني بقيادة زيزيد بن أبي سفيان الشقيق معاوية رضي الله عنهما جميعا وجهته دمشق زيزيد بن مساء وجهته من دمشق سوفكيه سبحان الله القدر عدين دمشق صار في عاصمة الأموية وشرح بيل بن حسن رضي الله عنه تولى قيادة الجيش الثالث وجهته الأردن أما الجيش الرابع فكان بقيادة عمر بن العاص وجهته فرستين ومجموع الجيش كلها لا يتجاوز ثلاثين ألفا وأمرهم أبو بكر بأن يعاونوا بعضهم بعضا وإذا اجتمعوا معا فالقيادة العامة للصحابي الجليل أبي عبيدة عامر من الجراح أمين الأمة يعني لما اجتمعوا بعضهم الأمر الناهي أبو عبيدة وإذا كانوا متفرقين كل واحد قائده اللي ذكرناها سالك انطلق هذا الجيش في 23 رجب سنة 12 الهجرة في 13 سنة 633 ميلادي سالكا الطرق المحددة وهم يعرفوا الطرق ويعرفوا المناطق يعني أردن ما كان بالنسبة لهم شيء غريب إلا أولئك الذين كانوا أحاطوا سيري محمد صلى الله عليه وسلم يغتاروا وقال والله أنا لأول مرة أسمع بالنسبة هو واحد اللي قال أنا لأول مرة أسمع بالنسبة السلباقين اللي كانوا يعملوا بالتجارة كلهم يعرفوا الأردن ويعرفوا الزرقة كانت محطة كبيرة الزرقة كانت محطة كبيرة وبها أجى السبع وقتل ابن أبي لهب يعني قتلوا قصة مشهورة ومعروفة وكتبنا عنها مقارن كبير في هذا المهم فأضولت جمعوا وراحوا الجيش الثاني عين أم بكر شرحيم عسن قائد الجيش الثاني ودهوا بصرة عاصمة حوران على أنيسه لك طريق معان كرق شرق الأردن ماذا باء البلقاء بصرة في هاي نقطة مهمة جدا أنا بدي أقول نصم شأن أشرح حبس وأوصاه بمثل ما أوصى به يزيد وزاد عليهم خصارا هي أوصيك بالصلاة في وقتها وبالصبر يوم الباس حتى تضفر أو تقتل وبعادة المرضى وبحضور الجنائز وذكر الله كثير على كل حال ليش قال له ليش أبو بكر لما أرسل شرحفين ابن حسن لي جند الأردن قال له أنت هدفك بصرة بصرة أنا كانت أصلا جزء من الأردن بصرة أصلا أنا كان جزء من الأردن فهو يعني مش رأي على بلاد أخرى هو رأي على بصرة وهذا الحقيقة الحقيقة شرحناه في كتابنا المملكة الأردنية الأدومية بشكل مطول وبالحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر